صباح الخير النهاردة أنا عاوز أكمل الموضوع عن فريد الأطرش موسيقار العظيم فريد الأطرش أنا كنت اتكلمت قبل كده عن موضوعين نعم النهاردة أنا عاوز أتكلم عن موضوع هل فريد له مدراسة ولا له مدراسة ده الموضوع الأول والموضوع الثاني هو غلوشة الإعلام ممكن لما أحتب لكده غلوشة الإعلام على من يحب أن يغني الفريد أو يطلب أغني الفريد من المطربين الآخرين أو الفنانين بصفة عامة أو أي حد يعني طلع في برنامج ضف برنامج هتلاقي في غلوشة من الموضوعين أنا أبتدي بالجزء الثاني اللي هي موضوع الغلوشة ده زمان لحظته أنا وكان ما زال أنا فكر زمان كان هاب توفيق سأقول له هتحب تغني المين من الأدام فقال أنا أغني الفريد قالت لي بقرة والموضوع يوم أفضل عاوز يحشر أي مطرب تاني حتى محمد أنديل ولا مش عارف مين ولا مين ولا محمد طه ولا يعني احترامي للجميع إنما وكأن فريد يعني أقل قيمة من دولا وكان يعني إن لو هاب توفيق غنى الفريد البرنامج هيمتنع المشاهدين للمشاهدة على البرنامج وفيما بعد مرت والنقطة التانية كان أنا فاكر شري عادل البنت الرئيئة الجديدة دي عايزة كانت تغني مخصمك يا قلبي وفي ستوديو الدراما فضل الموزيعيين إلا وعايزنا تغير فكرها وتغني أغنية تانية وهي تقول لا أو هم يقول لها يعني أنت شكلك رئيق وكانها يعني عايزة تغني زحمة يا دوني يا زحمة أو أغنية شعبية أو هماجية يعني مش شعبية بالمعنى يعني يعني كأنها أغنية عايزة تغني أغنية تفهة أو أغنية يعني 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 مش عارف ازاي يعني إنما أنا لأقصد شعبية بالمعنى الشعبي يعني يعني ما تفهمش يعني طب إيه هم يعني إنما فضلت هي مصرة على إنها تغني لفريد من خصمك يا قلبي وفعلا غنته غنت الأغنية وقص على دون مواقف كتيرة في الإعلام وكأن ده يؤكد على جهل المزيعيين والإعلام بصفة عامة أن هو مش عارف ولا يدرك شعبية الفنان اللي هم اللي مش عايزين الضيف يغني له أو يطلب لي أو كذا وأكتر من مرة برضو يعني ساعات حتى كان بيبقى في ذكرى فريد وبرنامج عن ذكرى فريد وأنا فاكر مرة اتصلت كان ده من حوالي سبع ثمان سنين اتصلت في برنامج كان في القناة الأولى برنامج اللي هو كان بيعمله دكتور جمال سلامة بيطلعوا فيه غنه كان برنامج عن ذكرى فريد وأتقلب القصة عن عبد الحليم كلها فأنا تاني يوم كان فيه برنامج تاني زي ما يطلبه المشاهدون فاتصلت كانت نفس المذيع اللي كانت موجودة ويوم قلت لها البرنامج ضع نصه امبارح على عبد الحليم والبرنامج المفروض عن ذكرى فريد فيعني ليه الغلواشة على ذكرى فريد يعني احنا اتكلمنا عن عبد الحليم وعلاقته بفريد بس بس دخلنا في موضوع الكلام بقى كأنه كان ذكرى عبد الحليم يعني نفس الشيء برده لو واحد بيقول انا عايز اسمع لفريد او كده هتبص تلاقي يقلبوا الموضوع وبعدين طيب نسمعك تحب عبد الحليم فاضطر انه يقول طيب خلاص سمعوني بقى عبد الحليم اي حاجة لعبد الحليم يعني دي نقطة نقطة التانية هل فريد له مدرسة هنتكلم الاول على مدرسته في السينما لان قصص ده كواحد يعني له يعني كمشاهد وققارئ وكواحد يعني خد باله من يعني الافلام اللي طلعت وتسلسل وانا عارف كويس او تسلسل الافلام وتسلسل المطربين وتسلسل الفن تاريخ الفن في مصر فريد يعتبر هو من وضع اسس الفيلم الغنائي بصفة عامة والاستعراض بصفة خاصة قبله حتى على ايامي ما كانش في اهتمام بالله اللي بيعمله قوي تلاقي كان في لغبطه فريد هو اللي ابتدى فكرة ان اولا الاغاني تبقى ليها دور في الفيلم يعني هي ليها موضوعه في الفيلم وليها موقفه في الفيلم فالاغنية حتى لو الاغنية كانت معمولة قبل ما يتعمل الفيلم بتفضل ليها دور في الفيلم يعني لو تشالت من الفيلم الفيلم يقع فهي جزء من الفيلم مش مقحمة ولا مدخلة ولا ان حاجة تضيع وقته وخلاص زي ما كان في معصريه كان فيه كده زائد هو ما كانش اغاني كتيرة في الفيلم يعني اقصى فيلم ليه كان اعتقد يمكن ست اغاني انما هو كان معظم افلامه من ثلاثة الخمسة خمس اغاني يعني بالذات افلامه الاخيرة كان معظمه ثلاثة يعني زي نغم في حياتي كانوا ثلاثة يا حبيبي يا غيبين حبينا وعلشان مليش غيرك زماني حب كانوا اربعة الحب الكبير كانوا ايضا ثلاثة على بالي ابتومر على رأسه وعالعين ويويلي من حب كانوا ثلاثة فدي ايضا جزء ان الفيلم له قصة واحنا اتكلمنا بلكده برضو على ان معظم افلامه كانت عن قصص ادبية عالمية او عربية وكان بيكتبوا له كتاب وزي يوسف جوهر وزي يعني ناس كانوا فطاحل في كتابة الافلام وكانوا فعلا الناس مثقفة وفعلا الناس لها دماغي فريد كالافلام بتاعته يعني هتلاقي انه زي ما قلت الغاني لها دور مش مقحمة وايضا بعدين هتلاقي فكرة برضو انه اخر الفيلم دايما هي الاغنية الفينال الفينال اللي هي اللي يعني ايه اللي تقدر طول انها بتلخص الفيلم بتدينا حتى في انتصار الشباب اما او اغنية هتلاقي انتصار الشباب حبيب العمر بس من حبيب العمر بابتدينا ايه نشوف داوا بالله هو بخلاص يعني دا الاساس فيلم فريد اخره اغنية طويلة وها مش طويلة بمعنى ان هي نص ساعة انا ما اعتبر الى حد ما اطول من الاغنية التانية وليها مقدمة موسيقية وليها فا او اوبريد الاسلوب دوا اتبعوا ابتدى بقى معاصرية اللي ظهروا في الاربعينات يمشوا على طريقته هتلاقي حتى بعد كده محمد فاوزي ودولن ابتدوا يمشوا على الطريقة بتاعت فريد الفكرة دي جاء فيما بعد حتى عبد الحليم في افلامه زي لحن الوفا وكده هتلاقي ان هو اخر الفيلم هو الفيلم اللي مع صباح وده 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 هتلاقي في اخر الفيلم فيه الاغنية اللي هي بتلخص برضو الموضوع وحتى شكل ان هو واقف عن مصرح وورا الاركسرا عمالي الفرقة مش عارف ايه هي وبيغنوا وبيردوا هاهاها وكده هتلاقيها في تشابه كبير جدا بين اللي ابتدى فريد فدي مدرسة عمالة فريد في شكل وسياق الفيلم انه نهاية الفيلم الاغنية الكبيرة اللي هي بتلخص برضو قصة الفيلم وهي يعني اساس الاغاني بتاعت الفيلم فدي مدرسة وحتى فيما بعد في السبعينات والثمانينات لما حاولوا يعملوا اغاني استعراضية او اغاني كده هتلاقيها موجودة برضو الطريقة ديا برضو في نهاية الفيلم البطل بيغني والبطلة مش عارف قاعدة عمالة تتشحت وتعيط وبعدين تدخل وتحضنه والنهاية تنزل هتلاقي المسألة دي موجودة في افلام عماد عبد الحليم وافلام هاني شاكر وافلام وليد توفيق اللي عملوا افلام في السبعينات والثمانينات هتلاقيها في تشابه الفكرة بتاعت ان الفيلم اخره يبقى فيه الاغنية الكبيرة فدي مدرسة ففريد له مدرسة فلما نقول ان فريد ملوش مدرسة انا بعتبر ده جهل لانه هو وضع مدرسة فيه الغناء الفيلم الغنائي طيب هل له مدرسة فيه الغناء نفسه والتلحين نعم له مدرسة وهتبص تلاقي ان الجيل بتاع الاربعينات والخمسنات حاول برضو يقلت فريد في الغاني الشعبية والاغاني اللي هي اقاع غربي اللي هي جمعت بالاقاعات الغربية زي زارة في خيالي زي وياك زي ياك من حب زي الاغاني دين هتلاقي ايضا معاصري من المطربين والملحنين الاخارين حاولوا يقلدوا هذه الطريقة حتى الاغاني الشعبية يعني مثلا الاغاني الشعبية بتاعت فريد زي ياحلوة ياحلوة وزي ما قال لي وقلت له وزي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي إقاع راقص ما كانتش اللي هي قيمة فريد هو اللي عمل للاغناء الشعبية قيمة وفي الأفلام وبعد جزء من الفيلم العربي الغنائي هتلاقي فيه تشابه ايضا بين ما وضعه فريد في الشكل بتاع اللي احنو والاغاني والرقص وكده و ناس كتير جيل اللي يجيه بعده بشوية يعني هما جم بعده بحبة يعني فريد برضو يعتبر طلع قبل محمد فوزي بكم سنة قبل عبدالعزيز محمود بكم سنة فهو سابق عنهم يمكن لأنه ابتدأ أصغر من نوم سنة يمكنهم ما كانوا في سنه إنما هو ابتدأ كأصغر من نوم سنة هتلاقي كل دولا عملوا حاجات مشابهة للي عملوا فريد من ناحية الأغاني الشعبية أو من ناحية الأغاني اللي فيها إقاع غربي أو حاجات كتيرة الأسلوب برضو فكرة الأوبريت يعني هو اللي عمله فكرة الأوبريت هتلاقيه محبه برضو يعمله أوبريتات وحاوله يعمله اللي هو تبقى حدوتة كده بتتغنى وكأن فيه على المسرح وكأنها يعني أوبريت على المسرح وكده في نهاية الفيلم برضو اللي هو نرجع ونقول بفكرة نهاية الفيلم بعمل ضخم فريد إنما فكرة الأوبريت بحد ذاته فريد هو اللي عمله وحاوله يقلده الطريقة دي وبردو فكرة إن تبقى تعدد البلاد وإن هو يروح من بلد لبلد برضو حاوله يقلدوها شوية وأساليب الغناء وأساليب الغربي والسبانيولي أو الحن العربية والموسيقى العربية بصفة يعني إنه يلف البلاد العربية أو يلف بلاد الأشكال بلاد العالم والأشكال الغنائية زي أسبانيا واليونان ففي النهاية فريد طبعا هو له مدرسة في أسلوب الغناء وأسلوب التلحين وخرج منه من هذه المدرسة ناس كتيرة زي ما قلت حاولوا يقلدوه وحاولوا يمشوا على هذا المنهج يعني فريد مش مش فقط هو له مدرسة أنا باعتبر إن فريد وضع منهج يعني مش فقط إنه مدرسة باعتبر إن مدرس الفكرة أو الأسلوب لا ده هو اللي وضع المنهج بتاع المدرسة واللي مش عليه بيت المدرسين في الفيلم الغنائي أو الفيلم الاستعراضي وشكله وأيضا الصعود بتاع القصة وإنها تنتهي في الآخر بالأغنية وفي النهاية عايز أقول إن فريد أكتر أو الوحيد اللي بيت الأغنية تنزل وتنجح قبل حتى منزل الفيلم وتنجح تقني في الفيلم يعني حبيب العمر كانت الأغنية قبل الفيلم زمان يا حب الأغنية نزلت قبل الفيلم حبيب يا غايبين نزلت قبل الفيلم وهو توفى في آخر الفيلم فده برضو دليل على يعني قوة فريد إنه يطلق نزل الأغنية قبل ما ينزل الفيلم وده دليل على قوة فريد وعظمته ونشوفكم على خير وسلام